السلام عليكم اشتركوا في القناة واربع الزواج لجمعهم كلهم في آيات معينة حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم ومناتكم وخاناتكم ومنات الأختي ومنات الأخي إلى آخر الآيات هذه كلها تسمى المحارب السؤال الذي يسمى حامد بن ناظور هو كيقصد إلى إنسان تزوج مع أمر عادي عندما تشجع علاقة هو من مدينة وهي من مدينة ولكن إذا توفيت أو طلقت هل يتزوج مع أختها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين الأختين القرآن الكريم نهى عن ذلك والسنة كذلك وأضاف السنة الجمع بين العمة وابنتها والخانة وابنتها والقرآن الكريم ذكر الجمع بين الأختين لأن هؤلاء محارب قينا لماذا قال إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم شيء واحد غير تزوج بواحد البنت وغير تزوج مع أختها يجبع البنت واختها هذا حرم أو يجبع تزوج مع واحد المرأة ويتزوج مع بنت اختها يعني الفتاة وخانتها أو الفتاة وعمتها كل هذا مبدوع حرام علش؟ قال لي أنه إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم الضب قريب لكن إذا قدر الله تعالى هذة المرأة بزوج بها وماتت إذا ماتت أي نعم إذا استكملت الماتت لك أن تزوج بأختها وقد وقع هذا حتى في السنة كثير جدا سيد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده وحد البنت زوجها لسيدنا عثمان ابن عفان وأحسن إليها وعاش حياة جميلة وطيبة ولكن بعد مدة ماتت فحزن عثمان عليه السلام وحزن النبي الكريم فزوجه من أختها فصار عثمان يسمى ذي النورين ذي النورين لأنه تزوج ببنتين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعاش مع التانية حياة طيبة ومبركة ومعنى مدة ماتت فحزن عثمان عليها أيضا وقال صلى الله عليه وسلم يا عثمان لو كان لابن تانية ابن تانية لزوجتك إياها فالرجل إليك بزوج وحد المرأة وماتت عنه له أن يتزوج بأختها أو بعمتها أو خانتها أو بنت أختها أو بنت خانتها كل هذا جائز إذا ماتت أما لك تحيا لا لكن إذا طلقها إذا طلقها هل يجوز أبلا العلماء يقولوا للكراها إذا طلقها للكراها هو ليس حرام ولكن بكروه كراها تحريمية لأن البكروه هناك كراها تنزيهية وكراها تحريمية وهي هو أقرب للحرام هذا المرأة تزوج معها وطلقتها ومن بعد تزوج كي مع أختها هي غا تبغي تزيق دير سلطة الرحيم ونزور أختها غا تلقى بأن فراشها غا تختها غا تدعون قال لك سيد النبي صلى الله عليه وسلم المقصد قال لك إنكم إذا فعلتم ذلك قد طعتم أرحمكم فالجواب لسي محمد بن نظور المرأة إلا متت ممكن تزوج بختها وبنتختها وعمتها وبنتعمتها وخالتها وبنتعمقالتها كله يجوز إذا متت لكن إذا طلقت بكروه كراها تنزيهية أو كراها تحريمية وربنا سبحانه وتعالى وسعى وسعى الخير وقال لنا أنكح الغرباء أنكح الغرباء يغلق الإسلام لكي بغير زوج يقلب على الغرباء كلما باعت تعالى الدم كذا أفضل كتبقى محترام وكتبقى معزز والدم لقد قربتين إيه كيقدر يوقع خلافات أو مشاكل كتسموها بالدريجة كيقدر الدم كيقدره كيعود نزاعات ومشاكل وتنقطع الصلاة الرحم وكتعد العداوب والمغضاء من الأحبة والأقارب وأسأل الله تعالى أن يدب هذا جميعا إلى عيوبنا ويرشدنا إلى الصواب اللهم أمين يا أكرم الأكرمين السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا